نعم، لا نحترمه الجميع يصوت ضد الرابع والخمسين نعم، سنرى من له تأثير أكبر تصبح الأمور أكثر إثارة هيا لنرى الإجابات ثلاثة، اثنان، واحد أوهوهو، أرى الكثير من الأرقام نفسها هنا هناك حرب كبيرة بين أربعة وسبعين وأربعة وخمسين ظهرت النتائج وكانت قريبة جداً في الواقع بفارق صوتين يكون الخاسر رقم أربعة وسبعين بأربعة عشر صوتاً نولان، هل لا تخرج رقم أربعة وسبعين؟ تم استبعاد واحد، علينا فعل ذلك تسع مرات أوهوهوهو توصلنا جميعاً بالإجماع أن الرقم عشر يجب أن يخرج على الفور إنه مزعج للغاية، لقد صوت ضدي ولم أفعل شيئاً له هناك طفل بكي هناك، إذا استطاع البقاء طوال الوقت فسيفوز طفل العشرة سنوات هو المفضل لديك افكروا في الرقم عشر آسف، لكن إن لم أصوت ضدك فسيخرجونني لست متأكدا لكن اعتقد انه صوت ضدي ثلاثة اثنان واحد عسنا فليظهر الجميع التصويت الى الكاميرا متوحشون انهم متوحشون يا للهول يوجد الكثير من العشرات اسف ايها الرجل الصغير هذا رسميا اول اقصاء من فئة العشرة انتم مريضون نفسيا صمت كل هذا الوقت السبب الذي جعلهم يخرجوك هو انهم خائفون منك شعرت بسوء شديد للرقم عشرة فدعوته على خشبة المسرح للمشاركة في استضافة بخير ربما سيطردني حسنا اريد ان يصوت كل واحد منكم ضد اربعة عشر اربعة عشر اربعة عشر اربعة عشر اه لا اعرف ماذا اقول لكن الجميع تقريبا صوتوا ضد اربعة عشر علينا ان نفكر بمن هو اكبر تهديم سيصبح الامر اكثر اثارة استعدوا قان وقت الغروج الفئة البالغة من العمر خمسين عاما مصممة على الاقصاء وكان لديها القوة الكبرى من التصوص ثلاثة وسبعون هو احد الاشخاص السيئين ايضا ثلاثة وسبعون خمسة عشر صوتا لديهم تضامن كبير هناك يا الهي فئة الخمسين قد تقضي بمفردها على الجميع في فئة السبع واحد وسبعون حسنا واحد وسبعون خمسة عشر صوتا لم يسبق لي ان شعرت بهذا التهديد من اشخاص خمسين هذا مخيف خسرنا اصدقاء طيبين اكره رؤيتهم يغادرون اكره فعل هذا صاحب الرقم خمسة وسبعين هذا جنوني